سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة ومشاهدي برنامج المرأة المسلمة الرب يبارك صباحكم ومساءكم جميعا حلقة النهاردة هي الجزء الثاني من الموضوع اللي قدمته لكم الأسبوع الماضي بعنوان تحذير الإسلام لا يحمي المغفلين الإسلام لا يحمي المغفلين النهاردة هتكون الجزء الثاني هقدم لكم الفكرة عامة ونقطة فيها هامة جدا اللي هي قلب الحلقة هتكون المعضلات الإسلامية عندنا مشاكل في الإسلام كتيرة بتحط الإنسان المسلم في أزمات نفسية واجتماعية وأسرية في مشاكل كتيرة المسلم بيقف عندها ما بيعرفش يتحرك لكن النقطة الأخيرة هتكون تحذيرات الله خلينا نشوف المواضيع الحلقة الإسلام لا يحمي المغفلين الجزء الثاني النقطة الهامة معضلات إسلامية هنتكلم فيها وتحذيرات الله اللي بصلي إنكم تنتبهوا ليها النهاردة زي ما قلت لكم في الحلقة اللي فاتت كلمتكم عن أنواع من التحذيرات اللي إحنا بنتقابل معها في حياتنا كل يوم وإننا يجب إننا ننتبه إن التحذير ده شيء مهم ممكن ينقذ حياتك وممكن يقضي على حياتك ممكن يغير مجرى حياتك التحذير بيعني إنك لازم تقف وتنتبه وتفكر وتقيس وتشوف التحذير ده ينفعني ما ينفعنيش ممكن ينقذك من هلاك أبدي مثلاً أنواع من التحذير اللي الله بيديها لنا تنقذنا من هلاك أبدي انتبه الطريق اللي انت فيه اللي انت ماشي فيه ده لن يقودك إلى الله مثلاً وقلنا إن في ناس بتحذر أو بتحذرك علشان بتحبك مثلاً وعايزة مصلحتك زي الدكتور أو زي أمك زي أبوك زي مراتك بتحبك بتحذرك بتقولك بلاش الناس دول بلاش شغلانة دي وكده يعني علشان عايزين مصلحتك فعلاً وناس تحذر علشان خايفين من المسئولية فاكرين المثل بتاع صاحبتي اللي راح تشتري حاجة من المحل فيعني التحذير اللي ادهولها كان تحذير يعني يمكن غبي شوية معجون للحيطة مايقدروش يبيعهولها إلا إذا قالت وقالولها إن ده مايتكلش ده مش معجون سنان يعني يعني مواضح إنه مش معجون سنان هي راح تشتريه علشان تصلح بالحيطة لكن التحذير ده نوع من التحذيرات دي علشان لو حدي يحمي نفسه أنا بحذرك أو أنا مليش أنت اتقذيت أنا مش مسئول وفي ناس بتحذر علشان تحمي نفسها ده تحذير سوري وده زي اللي على علب السجاير مثلا التدخين يصيبك بالسرطان أو المشروبات الكحولية مش للناس الحوامل مثلا ما أنت عارف كده بس برضو أنا عايز أخلي مسئوليتي لكن مش لمصلحتك لكن أنا الشركة اللي بتبيع وفي نفس الوقت بحذرك عشان أخلي المسئولية حتى ولو إني عارفة إن التدخين بيدر صحيح مش كده؟ دي أنواع برضو لازم ننتبه لإيه اللي وراها لازم نفهم لازم نفكر لازم نفحص اللي بتقلنا ما نمشيش زي القطيع كده التحذيرات اللي من النوع ده انت مش مهم في الموضوع لكن المهم الناس اللي بيبيعو لك المنتج أنت وغيرك أدوات وده شبهنا بموضوع الانتفاع السياسي والديني واللي احنا سمناه إيه الانتفاع بالأغبياء فاكرين لما قلت لكم أنه في السياسة الأمريكية بيقولوا أن في مجميع الكبيرة من الناس اللي بتدي أصواتهم دي علشان مثلا بيشوفوا إعلانات أو بيعجبهم كلام الراجل اللي هما بينتخبوهما مش فاهمين حاجة في السياسة بيقولوا عليهم إيه أغبياء ولكن ليهم نفح useful idiot إحنا في الإسلام إحنا المجميع الكبيرة من الناس إحنا بقى هما الأغبياء اللي بينتفع بيهم القادة الدينيين والإسلام نفسه وده بيغضح في سيطرة رجال الدين الإسلامي والتعامل مع الناس على أنهم العامة العوام اللي محتاجين تفسير دايماً حرجع أكرر لكم ده عشان تعرف أنك محطوط في إطار لم يقدروا ليك الله ولم يقدروا ليك الله الله أعطاكم عقول كاملة عندكم استعداد أنكم تنموها تفكروا وتفهموا وتختاروا لكن كون أنه قادة المسلمين يطلقوا على عامة المسلمين أنهم العوام اللي مش فاهمين ده بيضعكم في إطار الأغبياء المسلم مش غبي أنا مش باشت من المسلم بكرر أنا لا يعني وهين أهلي لكن المسأل كان لازم يبقى قاسي علشان تفهم شكل الصندوق اللي انت بحطوط فيه إيه هقولكم حاجة في مثل للسلطات الدينية في الكنيسة في العصور الوسطى كانوا بيعملوا إيه الناس اللي بيحضروا الكنيسة كانوا بيحضروا الكنيسة لكن ما كانوش يعرفوا إيره للإنجيل ما كانوش فاهمين كلام الله بالصورة المباشرة ما كانش عندهم تواصل مع الله بصورة مباشرة كان فيه سلطة كنسية وكان فيه سلطة رجال دين كانوا بيستخدموا سلطتهم غلط لدرجة إن الكنيسة بقى ليها سلطة سياسية بنتكلم في الموضوع ده وبننكره وبنقول إن ده مش كتابي ومش ده قلب الله وإنه الله عايز كل شخص فينا يكون مرتبط بيه ارتباط خاص ويكون عنده فهم وانفتاح للروح القدس اللي بيكلمنا كلام الله في لبنة ولي بيعيش معانا فاللي كان بيحصل في العصور الوسطى والسلطة الدينية في الكنيسة مش كتابي وليس مسيحي إحنا بنتكلم عنه والناس اللي وقفوا ضده المسيحيين اللي عملوا التغيير في الكنيسة اللي هو اسمه ريفورم يعني إعادة تأهيل أو إعادة مش عارفة ريفورم يعني إعادة تشكيل للمنظومة الدينية حسب الكتاب المقدس دي يعني الناس دول وقفوا وصلحوا والتزموا بالكتاب والروح القدس فعشان كده احنا مش بنخبي رؤوسنا في الرمال لما نيجي نتكلم على ده انتوا لسا عايشين بقى مش العصور الوسطى انتوا لسا عايشين في العصور الحجرية للإسلام تحذير تحذير الأول لكم اليوم بديهولكم بالأمثلة العملية عن المعضلات والمشاكل الإسلامية اللي حديكم مثل منها يؤثر على القطاع كبير من المسلمين بتأثر على حياتكم بصورة مباشرة حتى ولو كانت المشكلة اللي هنقدمها النهاردة وانا بتاديت أقدمها لكم المرة اللي فاتت قصة الراجل اللي امرأته خانته ده حتى ولو انها ممكن ما تمسش كل أسرة ولكنها موجودة بشكل ما في كل أسرة يعني سمحوني لازم نعترف بده الشيوخ بيحاولوا يحموكم من التسيب الأخلاقي والمش عارف إيه وده ينتج عنه تسيب أخلاقي لأنه مفيش فهم روحي مفيش أدوات روحية حقيقية تعينك على أنك تستند على محبة الله ومعرفة الله الحقيقية المشاكل دي اللي بيقع فيها المسلمين بسبب التشريع الإسلامي بتدل على أن المتكلم في الإسلام ليس الله أبدا لأنه بينصب فيخاخ حتشوفوا أنت منصوب لكم فيخاخ في كل مكان عليكم أنكم تجدوا حلول وتروحوا بقى تشوفوا ده أنا عايز حل فقهي وأنا عايز حل شعرعي وأنا عايز حل قضائي وأنا عايز حل إيه وأنا مثلا طلقت مراتي ثلاث مرات وإزاي الطلقة التالتة تنفع ولا ما تنفعش وإزاي ما تاخدش محلل والكلام ده كله مثلا يعني ده مثل صغير كل الأمور دي بتضعكم فيه فيخاخ شيطانية لا يمكن أنه الله يكون عايزكم تقعوا فيها الله دائما كلامه واضح صريح عارف ليه بمنتهى البساطة لأن الله عايزك تقرب منه مش عايزك تعدي عارفين لو أنت داخل سبق وفيه عرقيل كده حيطان لازم حواجز لازم تنطها كل شوية ده مش فكرة الله بالعكس أنتوا عارفين الكتاب بيقول إيه أنا بيقولك الطريق أمامك أمهد يعني أنا أشيل كل العقبات والحواجز والطوب والحصى والرمل وكل حاجة عشان توصلي أسرع وتوصلي وانت مرتاح أكتر حتى ولو في عقبات ربنا بيشيلها هنا نجد أن إله الإسلام ينص بالفخ اللي كيتقع فيه عايز حل علشان أنت منتاش قادر تقبل اللي عقلك مش قابله وتفضل تقول اللهم لا اعتراض وإنت قلبك مليان بالغضب والرفض تحذير كل هذه الأمور اللي حعرضها عليكم النهاردة ليست من الله خليني أحط لكم جزء بس من الفيديو اللي حطيته المرة اللي فاتت عن الراجل المرات وخانته وشوف طريقة كلامه البنات مش بناته الولاد مش ولاده 11 سنة متجوز ودلوقتي هيوقع في مشاكل كبيرة جدا لأنه لازم يعتني بالأطفال دول قانونا وشارعا وشارعا خلينا نشوف الفيديو لما البنت الكبيرة بتقرير الطب الشرعي هي كمان مش بنتي تقرير جي مفاده كالآتي استحالت أن أنا أكون قبري المفروض أنت بتجري في المحاكم عشان تشيري وراد منها على إسمه يا فندم أنا بجري في المحاكم لأن أنا هنا المحكمة الأسرة في الدرجة الأولى قالت أن تبقى للقاعدة الفقهية الطفل للفراش ليه؟ لأن أنا أولا هنا ما عنديش أفتقد مجرد ما بيفوت ست شهور خلاص عنصر الملعنة عنصر الملعنة من تاريخي الولادة لمدة أسبوع قبل التسجيل أنا أفتقد لده الولاد تسجلوا وأنا ماضي وأخويا ماضي ومتسجلون لهم شهاية ميلاد ثانيا هنا بيقول إن القاعدة الفقهية بتقول إن الطفل للفراش ولا العاهر للحجر للأسف يعني أنا ماضي وأخويا ماضي تفكرني بالأغنية بس يعني ما فيش أي حد راضي في الموضوع أنا ماضي بس أنا دلوقتي مش راضي شوف بقى علشان يخرج من المشكلة اللي هو فيها لازم بقى يعملوا ملعنة حاجات ليس ليها يعني ليس ليها أثر حقيقي في إصلاح الموضوع اتنين يقفوا يتلعنوا ويتهمها وهي تتهموا وهي تدفع عن نفسها ويدفع عن نفسه وكل واحد راح في حاله ومحدش لقى أي حلية طلقوا خلاص بس برضو الولاد للفراش المشكلة إنه الولد للفراش وللعاهر الحجر عمر أديب بقى استضاف الشيخ سعد الهلالي علشان يتكلم معاه في المسألة دي ليه عمر أديب استضاف الشيخ سعد الهلالي؟ سؤال الأستاذ عمر أديب عنده من الإمكانيات لاستضافة أي شيخ في الأزهر لماذا لم يستضيف الأستاذ عمر أي واحد من شيخ الأزهر؟ هو عارف إنه المشكلة مش قانونية هو عارف إنه المشكلة دينية وعارف إنه المشكلة تشريعية وإسلامية وحتشوفوا دلوقتي هو يقول إيه هو فاهم إنه فيه جزء شرعي وقال جزء شرعي كبير ليه؟ لأنه ده الأصل القانون يقيد مقيد بالشرع اسمع كده الأستاذ عمر بيقول إيه؟ السألة دي فيها جزء شرعي كبير حكاية نسب الأطفال وهل يعني آن الأوان إنه دين إيه؟ يعني أنا خلاص بقى في حاجة تقول إذا كان ده ابنك ولا مش ابنك بنتك ولا مش بنتك؟ الفقهاء المعاصرين توقفوا عند العمل بالبصمة الراسية لأنها ستكشف حقائق كثيرة وتكشف أسرار أسر فكان لابد يعني بين نارين النار أو الأمر الأول إحقاق الحق معرفة الأب الحقيقي ونسبة الأب الحقيقي لأولاده لكن هذا المبدأ يعرضه مبدأ آخر وهو انهيار المنظومة الاجتماعية يعني ده إما هو بيضحك على نفسه أو المسلمين يعني ده ضحك على دقون المسلمين بس خليني أرى لكم الأصل الشرعي في هذا الموضوع إيه؟ إيه اللي عامل كل العراقيل دي؟ فأي دولة من بلاد العالم يعني الموضوع الـ DNA ده ابتدى سنة حاجة وتمانين القوانين الدول اللي في العالم كله بتاخد بالـ DNA وبقى متاح لأي حد يروح يعمل الـ DNA وأول ما الورقة دي تطلع يقول إن الولد ده ابنك أو مش ابنك يبقى عنده التزام قانوني غصبا عن عينه في دول الغرب كله مدام الولد طلعت الورقة إنه ده ابنك يلتزم بيه قانونيا ويربيه ويتفعله وكل حد وإذا الولد ده لم يعامل أو لم يترباش بطريقة إنسانية وأخذ وسوية وأخذ كل احتياجاته الأب والأم يجازه والحكومة تاخده ويعيش أحسن من أبو أمه فالمسألة دي في أي دولة في العالم الدين إيه معترف بيه أصله علم يعني ما ينفعش تغيره اكتشاف ربنا ادهولنا كهبة من عنده من المخ اللي هو ادهولنا عشان نعرف نعيش بيه حياتنا لكن الإسلام لا يقبل على أي أساس هقرأ لكم الأساس باب الولد للفراش وتوقي الشبهات حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ومحمد بن رمح ومش عارف إيه كل الأسامي أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاس وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد هذا يا رسول الله ابن أخي عدبة ابن أبي وقاس عهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته يعني أمته فنظر رسول الله إلى شبه فرأى شبها بينه وبين عدبة فقال هو لك يا عبد الولد للفراش وللعاهر الحجر وبعدين رح بص لمراته بقى وقال لها ايه احتاجي بي منه يا سودة بنت زمعة قالت فلم يرى سودة قط ولم يذكر محمد بن رمح قوله يا عبد حدهتنا سعيد ابن منصور وابو بكر ابن شايبة وكل الناس دي بقى وقالوا إنه الإسناد ده صحيح أوكي إنه الولد للفراش في بعضهم قال الولد للفراش ولم يذكر للعاهر الحجر أنا عايزة أقول حاجة هذا الحديث اتنين جم يختصمه بيقولوا إنه ده ده اتولد لأبويا من الأمى بتاعته والتاني بيقول إنه لا أخويا هو أبو الولد ده من الأمى بتاعت الشخص التاني مثلا أوكي مش مهمة قوي التفاصيل في دي بس أنا عايزة أقول لكم حاجة يعني إنه قبول ده في عهد محمد بيدل على إنه كان فيه مشكلة إنه الناس كده بتنم مع بعضها في أي حاجة فالموضوع كان يعني مفتوح لكن كنا في الوقت اللي إحنا فيه ده يعني يكون ده مصدر القانون اللي بنحدد به مصائر بشر يعني الولد لما يتولد مثلا من غير جواز والأم ما تبقاش عارفة تخلي تأيده في أي جهة حكومية لإنه ما فيش أب يمضي ويحط له اسم فيفضل الولد ده لا يعرف يدخل مدرسة ولا يعرف يعيش ولا يعرف يبقى عنده أي حاجة يعيش بيها ويفضل عايش بعار ده يقولك ده عايش بعاره عار أمه عربه طب ده ماله يعني ده ماله ده مولود يعني لغلطة حد ده زنبه إيه هل يمكن أن يكون الله ظالم إلى هذا الحد استحالة استحالة يكون ده قلبه الله لأن الله بينظر إلى حسب لكل شخص حسب عمله وقلبه وحياته معاه المشكلة دي الإسلام بيعاني منها ووضعت في القوانين الإسلامية ووضحة إنها هي المعضلة في إنه الأطفال يعتنى بيهم ويجي لكل واحد حقه والحجة إيه بقى؟ الحجة إنه ده يقولك أصلي الفقهاء وقفوا قدام الموضوع ده لإن ده ممكن يسبب مشاكل كتير داخل الأسر فكانوا قال يعاني بين نارين يقولوا الحق يعملوا الحق ينفذوا الحق ولا إنهيار المنظومة الاجتماعية قال يعني الراجل اللي عارف إنه إنه العيال اللي معاده مش ولاده مش هيدربهم ويأذيهم ويأذي أمهم ويطلعهم يعني منهارين نفسيا ولا هينفعوا مجتمع ولا هينفعوا نفسهم ده إن لم يقتلهم هو نفسهم إيه التفكير القاصر ده؟ إنت عايز تحافظ على الشكل وإنت عارف إنه داخل المجتمع يعني فيه خواء غير عادي لإننا لا نواجه المشكلة عارفين الله بيعلمنا إن إحنا نواجه المشكلة بيعلمنا إن إحنا نعترف بالخطيئة ونتوب عن الخطيئة ونصلح الخطيئة ونتحمل المسئولية لكن عندما ينظر إله الإسلام لنتيجة هذه العلاقات الأطفال دول على إنهم غلطة انتزع إنسانيتهم هي غلطة أم أو أب أو شخص أخطأ إلى الله ولكن الطفل نفسه مش غلطة خلينا نشوف الفيديو اللي بعد كده هو القانون المصري يعني شرعا لا يأخذ أنا آسف في التعبير المجازي شرعا يعني لا يأخذ بالبصمة الوراثية القانون القضاء أخذ بالبصمة الوراثية في نزاعات النسب ولم يأخذ بالبصمة الوراثية في دعوة تصيح النسب لأن القانون المصري إلى اليوم لم يتم إضافة دعوة تصيح النسب باعتبار أن القاضي لابد أن ينفس قانون فالقضاء معذور يعني أنت بتقول لي أنه أنا كأب أجي أقول لك أنا عملت دين إيه والوادة ده مش ابني تقول لي لا هو ابنك يفضل يكمل كده ده إيه العذاب اللي أنا عيش فيه ده طيب خدتوا بالكو الشاطر يفهم اللي قاله ده قالك إيه القانون المصري أخذ بالبصمة الوراثية في نزاعات النسب ولم يأخذ بالبصمة الوراثية في دعوة تصيح النسب حد فهم ليه في نزاعات النسب يعني ممكن يقول مثلا زي قصة البنت اللي احنا قدمناها اللي اغتصابها الولد وحملت وقعدت سنتين بتحاول تطلع الدي ان إيه وإنه المحكمة تثبت إنه هو الأب ممكن المحكمة تقولها آه هو ده صح هو الأب بس إيه اللي حينتج عنده المحكمة بتقدرش تلزمه إيه سلطة المحكمة في إنها تلزم هذا الشخص بإنه يدي اسمه للبنت أو تقيد يعني معرفش ورقة هيتعمل إزاي لكن لا يمكن إنه هما ياخدوا بالبصمة الوراثية في دعوة تصحيح النسب زي القضية اللي احنا قدامها دلوقتي استحالة لإنه الولد للفراش إذن القانون المصري مقيد بالتشريع الإسلامي والهلالي بيقولك أصله القانون المصري لسه لم يضيف هذه الدعوة في تصحيح النسب علشان خاطر إحنا محتاجين إن إحنا نصلح القانون كل الدعم ليكم في إنكم تطلبوا بتصحيح القانون لكن هذا القانون مش هيتصلح إلا لما ينتزع منه جميع التشريعات الإسلامية الخاصة بالأسر وإي تشريع إسلامي الحقيقة لإنه اللي بينتج عنه إنك بترجع للورا 14 قرن بس ما فيش حلول اجتماعية حقيقية علشان تحل المشاكل الاجتماعية لازم تواجهها لازم تصلح من الداخل لكن إحنا دايماً إيه يعني نغطي عليها عمر قديب كراجل كإنسان أنا مش هقول إنه بيكلم بس كراجل أنا أقول كإنسان أنا الأولاد دول مش أولادي يمكن للشخص إنه يقول أنا حق أحسن للأولاد دول ممكن لكن الإنسان دايماً يقول أنا طب أنا عايز حقي طب هما مش ولادي يقول لي مش ولادي أنا هعتني بيهم لكن ما تقوليش إنه هما ولادي غصباً عني مش بالعافية إزاي عقلك يبقى عارف إن دول مش ولادك لكن أن الإسلام يقولك لأ ولادك فاكرين لما اسمه إيه ده الشيخ مبروك أما قال واحدة بتقوله أخوي خلف وحملت من حد غيره فقال لها لا ده هو كده ده الولد ابنه غصباً عنه ويروح يقول له هاتلي كباية ميا يعد ومش عارف إيه كأنه يعني كأنه بيقول أنت غصباً عنك هتفضل مزلول غصباً عنك أنا مش بتكلم على إنه الأطفال دول ليهم زنب في أي حاجة بس أنا بتكلم على فكر أنت أهبت منظومة اجتماعية لا تستطيع إنها تقبل فكرة التبني يعني عارف لو في فكرة التبني موجودة وأنه أنت بنيت في هذا المجتمع أنه يعتني بالأطفال والمحتاجين لأنهم أطفال والمحتاجين لكن أنت جيت علشان خاطر محمد اشتهى مرات ابنه لغيت التبني تماماً وحرمته وفصلت بين الناس وبعضها وشلت أولاده وبنات كانوا موجودين في أسر متبنيينهم روح تفاصيلهم عن بعض كده وانت موجود وكان شيء شائع شيء مقبول في العالم كله اتشال من الإسلام وبعدين جاي يقول لك إيه لا بس بقى لما امرتك تخونك ويبقى عندك عشر عيال مش عيالك هم عيالك برضو إيه الشيزوفرينيا دي إيه ما هذا الفصام اللي يقصد أنه يضل الإنسان ويضع في ضيقة مستمرة ليه ما بنفكرش؟ ليه ما بنفكرش؟ لازم نفكر في الموضوع ده خلينا نشوف رد فعل عمره دي برضو بنشوف قضايا كتير يعني هو الراجل ده حيعيش بالعيال دي مجبر بنسب مش بتاعه لكن له على هذا الرأي ولكن التصحيح سيأخله زمنا لكن الآن في القضية الحالية حكم القضاء لا بد من تنفيذه وعلى الأب أن يعدهم أبناء له وأن يتعامل معهم على أنهم أبناء شرعيين يعني معنا شرعيين مش الشريعة الإسلامية لا شرعيين قانونيين يعني ويتعامل معهم هذا الضوء يريثون منه ويرث منهم وهو هم رحمه وهو رحمهم عليه الآن أن يعد هؤلاء الأبناء أبناء الحقيقيين ويتعامل من هذا المنطلق يعني انتبهتوا لحتة أنه هم رحمه وهو رحمهم طب إزاي يعني يعني إذا عارفين أنه صلة الرحم دي حاجة يعني المفروض أنه فيه تواصل دمه دي دمه وهو دمها لأنها جزء منه صلة الرحم طب إزاي إزاي الراجل ده مثلا هذه القضية مهمة جدا لأن الراجل ده عايش في مجتمع العار والفضيحة فيه حاجة كبيرة وده بقى حيعيش بالعار والفضيحة اللي حصل له وكل واحد بقى هتكلم عليه واللي هيقول كان عارف واللي هيقول ما كانش عارف واللي هيقول إزاي ده أنت يعني عملت كده أنت لازم موراك حاجة تانية كان الناس هتعود بقى تحكي هيفضل طول عمره الناس تتكلم عليه كده ومش بس كده القانون بقى يحكم عليه أنه لازم يتعامل مع هؤلاء الأبناء كأبناء شرعيين أسأل مرة أخرى المنطق هنا ثان لدين نزع الرحمة من قلوب الناس أنهم يرحموا الأطفال اللي محتاجين تبني ويضعوا على إنسان أنه يعتني بأطفال يفضلوا كده زي المجتمع كله يقول آه بس دول مش عياله بس مكبر هيعمل ايه واللي بقى يفتي ويقول له يا عم شوف بقى ديوم لأموم ولا مش عارف ايه اخلص منهم وبعدين في الآخر لو ما عملش كده لو ما عملش ونفذ اللي المحكمة قالته يدخل السجن هو عمل حاجة لا ما عملش حاجة نشوف بقى الفيديو اللي جاي ده وإزاي هذه القضية بتتضارب من نواحي أخرى كتير نشوف برضو بنشوف قضايا كتير أنت اذهب السيدة للقاضي وتقول له إنه الراجل ده رافض إنه هو يعترف بالأطفال دي فبيكون برضو دي إنه إيه ده اللي هو إجبار الأب على إنه يعمل دي إنه بينصف يعني العكس كمان مهم العكس إنه هو الراجل اللي عايز يعني الراجل اللي عايز يعني يتنصل ويهرب من نسبه يتم إلزامه بالأطفال طبعاً شيوخ الأظهر بقوا بيتكلموا عليه بمنتاز سخافة يعني كمان بيهزقوه فاللي بيقوله واللي هو بيحاول يعمله كمصلح اجتماعي وكواحد بيمكيج الإسلام وعنده حاجة يبيعها هو عنده حاجة يبيعها هو عايز يعمل إصلاح اجتماعي وقانوني في البلد لكن هذا الإصلاح الاجتماعي والقانوني غير مقبول شرعاً من قيادات المسلمين خالص فده لا تعتدوا بيه كواحد بيتكلم في الشرع أنا بقول كده ويقعدوا لك فرق بين الفقه وفرق بين الشرع والفقه يعطي الناس أنهم يعطي هيدوا حقهم والشرع لا أو العكس وإذا مش مهم ده مش مهم لكن المرجعية الحقيقية هي لمن لهم السلطة أنهم ينفذوا هذه القوانين الشرعية الإسلامية اللي هي بقت قانونية عندما تدخل في القانون اللي بيطبق عليكم فدي النقطة واحد النقطة التانية بقى في الموضوع ده أنه الموضوع اللي هو بيقولوا موضوع أطفال الشوارع موظم أطفال الشوارع مش بيتحطوا بيتسابوا أهليهم بيسيبوهم لأنه الأب مش عايز يعترف بيهم ما ينفعش لأنه لا قيمة لماء الزنة أنا عايزة أقراركم دار الإفتاء رأيي دار الإفتاء في مسألة نسب ابن الزنة بيقول كده تلجأ العديد من السيدات التي يقعنا في بعض العلاقات المحرمة الناتجة عنها حمل وإنجاب إلى التخلص من الجنين في حين تقرر بعضهن الاحتفاظ بالجنين وسأل أحد الأشخاص على موقع دار الإفتاء المصرية الرسمي عن حكم إثبات ابن الزنة قائلا هل يجوز نسب الابن من الزنة انتبه هنا لأنه هناك أباء عايزين يثبتوا نسب الأطفال لكن ده ممنوع غير مقبول شرعا أوكي ومن جانبه رد دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي الإلكتروني قائلة اتفق الفقهاء على أن ولد الزنة يثبت نسبه من أمه التي ولدته ذلك لأن الأموم علاقة طبيعية بخلاف الأبوة الجملة اللي جاية دي جملة رهيبة وهي دي بقى سبب الانفلات والانحراف في المجتمع يقولك إيه الأبوة هي علاقة شرعية فلا تثبت أبوة الزاني لمن تخلق من ماء زناه فلا تثبت أبوة الزاني لمن تخلق من ماء زناه يعني الجملة دي جملة شرعية صحيحة ولكنها كارثة إنسانية وكارثة يعني علمية يعني يقول إيه هل الابن والبنت يصبحوا ابن أو بنت بعقد بشوية حبر ولا بالدم أنا مش فاهم ولكن الشرع بيقول كده مستاندة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد الفراش وللعائر الحجر متفق عليه وذلك وفق ما نقلوا موقع كذا أوضحت الإفتاء وفقه لمعنى الحديث الشريف إن الولد ينسب للزوج الذي ولد على فراشه وبذلك يثبت وصفه لوصف الأبوة له شرعا بس أما بقى ماء الزنا فبيتقال عنه إنه هضر ماء الزنا هضر أنا يعني يعني مش عارفة إزاي ده يصبح منطق تقبله إنت عقليا ونفسيا الراجل اللي عمل علاقة غير شرعية مع واحدة ست ينظر إلى هذه الست على إنها ستة مش كويسة على إنها أي حاجة لكن الدم دم واللحم لحم وإنت كأب تبص لطفل حيتولد يمكن يكون حتة منك وما يكونش عندك ارتباط بيه خالص لإنه الشرع بيقول إنه ماء الزنا هضر لدرجة إنه الإنسان ممكن يتجوز من بنته بالزنا ده شرع ولا مش شرع ممكن علي جمع بيقول بقى إن السبب في منع إقرار نسب الأطفال الزاني هو عدم إقرار الفحشة في المجتمع أي منطق ده الفحشة موجودة إنت اللي مش عارف تعالجها لإنه ليس هناك علاج روحي في المجتمع لما مبروك عطية يتمطع كده ويقول له هتلي ماء يعد ويبقى قدامك كده عشان تتذل بيه لم يغير شيء في قلبك أو مفهومك الروحي للأمور تحذيري هنا هو إن الشيطان دايما هو اللي عايز يخطفنا من إيد الله فياخدك في طريق منحرف الأفكار زي ده لا منطق ولا عقل ولا إنسانية تقبل هذا الفكر لكن الشيطان يضعك في هذا الصندوق اللي متقدرش تخرج منه لو خرجت منه هتخرج عن الإسلام والشرع وتبقى فضيحة في المجتمع سلطة الإسلام وقبضة الإسلام دائما باقية فوق عقولكم وقلوبكم ليه؟ الشيطان صمم دين يخليك جوه القفص ده لا تفكر فكر خاص بيك ولا حرية ولا منأشة ولا إنك تقدر تفتح قلبك مع الله وتقول له رب أنا أروح فين من الكارسة اللي أنا فيها دي والشيخ يقول لك أنت هتعترض على ربنا يعني ولا إيه؟ ده الشرع ده القانون تحذير الإسلام يقيد عقلك ارجع لفكرة الله الحقيقة عايزة أدخل في موضوع المعرفة إلا الله عايزك تعرفها والنمو الروحي والأصل فيه فكرة الله من ناحية أبنائه البشر اللي هو خلقهم لهدف ولسبب كل واحد فيكم أقل إنسان بتنظر ليه في الشارع ماشي كده انت ممكن تكون شايف واحد مجنون في الشارع الله عنده هدف لهذا الشخص إما إنه ياخده ويمشي فيه إما إنه يكمل في طريقه فما تكونش الشخص اللي حيمشي في الطريق المعاكس لله خلينا نشوف الآية دي من سفر هشع الآية دي يعني يمكن كانت بداية الفكرة الآية بتقول قد هلك شعبي من عدم المعرفة ده يخالف تماماً إله مش عايزك تعرف عايزك تنفذ وفكرة النقل أم العقل في الإسلام تقيد كل الأحكام الشرعية والأحكام الفقهية والأحكام اللي انت بتستلمها من الشيوخ اللي موجودين في حياتك والناس اللي بيعلموك في حياتك فيقولك يعني إيه خلي معرفتك على قدك بناش يتحكوا عليكم بحطة اطلبوا العلم ولو في الصين والكلام ده كله حتى ده محدد لكن في الشرع لأ عايز تتعلم حاجة اتعلم في إطار ما يبيحه الشرع إنك تتعلمه ناقش في إطار ما يبيح الشرع إنك تناقش ومرة تانية بتلاقي نفسك أمام عبارات ملهاش معنا يقولك الإسلام جاء لي يحفظ العقل يعني إيه حج يعني لو سمحت حد يشرح لي كيف يحفظ العقل يحفظه من إنه ما يفكرش يعني عايزه عزيره أنا مش فاهمة حد يفكر معايا شوفوا الشيخ ده بيتسئل عن موضوع العقل من نقل وفكرة يعني حفظ العقل خلينا نشوف هايقول كده هايقول إيه إنه الإسلام جعل للعقل حفظه بحدود الشرع حتى لا يشطط العقل أيوة ولذلك يعني كل ما يكره على الأصل بالبطلان فلا يقبل عقلا مردود مردود يعني العقل يذهب كما يشاء ويفكر كما يشاء وهو حر يترقى وتسامى وينفعل ويذهب يمينا ويسارا ولكن في إطار معين هو إطار الشرع اللي هو المنهج المحدود اللي هو المنهج فلا يجوز أن يخالف الشرع لا يجوز أن يخالف الأصل وصول الشرع يعني وصول الشرع معروفة أصول الشرع معروفة يقولك إيه يعني إيه أنت العقلك يا تسامى وتروح وتيجي ومشعر إيه بس إيه بقى في حدود المنهج الشرع هو الأصل هو الحائط اللي بتصطدم به عندما تستخدم العقل منفعش حدود الشرع بتخليك عمل زي ما تكون حمار في ساقية حطت بتاعات دي اللي حوالين العنين وماشي بيلف حوالين الساقية وهو مش عارف وفاكر أنه ماشي في سكة مستقيمة وهي بترجعك لنفس النقطة وهكذا يعمل الشيطان الشيطان عايزك تفضل في محلك وتبتعد عن فكرة الله الحقيقة الشيخ بيقول إيه يعني كأن الأحكام أنا بس الفيديو طويل فأخذ هقول لكم قال إيه بالحرف فقال كأن الأحكام الشرعية دي يعني في مجرى نهر بين ضفتين ضفة فيها النصوص الصحيحة قطعية الدلالة والثبوت والضفة التانية ما أجمعت عليه الأمة ما تقدرش تخرج عنده النصوص الصحيحة القطعية الدلالة والثبوت زي الابن الولد للفراش كده وزي ما الزنا هضر وإجمع بقى الأمة وأنت حياتك بكل التطورات اللي فيها لا تهم لأن إله الإسلام لأنه لم يعني ادعاء الألوهية في الإسلام الشيطان بيدعي هذه الألوهية وهو ليس خالق الإنسان فهو ما هوش عارف قد إيه الإمكانيات إلا الله ادها لك إلا وهبها لك عشان كده كتاب يقول هلك يا شعبي لعدم المعرفة ليه رب قال عدم المعرفة لأنه ادلك عقل عشان تستخدمه ففهم شخصه وقلبه ومناقشة حياتك معاه انتبه وانتبه معاه الله عايزك تعرفه شخصيا فمش هيحدد عقلك بالعكس هو بيقول لك أنا في أفكاري غير أفكاركم وطرق غير طرقكم وأنا أنت عارف أنه أنت كإنسان محدود القدر على أنك تفهم هذا الإله العظيم لكن الله أعطاك عقل علشان تتكلم مع بي وتفكر مع بي وتقبل ما هو مناسب لشخص الله ولا لأ عشان كده بركز على حتة تفهم شخص الله هل شخص الله ممكن يقودك لهلاك لكن الإسلام يقود لهلاك هناك معرفة تقود للحياة ومعرفة تقود للموت ما قدمنا النهاردة من المعضلات الإسلامية اللي بتأثر على الست والراجل والمجتمع والأطفال والمنظومة الإنسانية كلها في بلد إسلامي تقود للموت تقود للهلاك تقود للنزاع الدائم لكن الله اللي بيقول لك تعيش حياة مفتوحة تعيش حياة نقية تعيش حياة مقدسة منتاش محتاج تغطي على خطيئك ولكن محتاج إنك تنتصر على الخطيئة في المسيح محتاج إنك تنقي قلبك بصورة دائمة أمام الله فتكون إنسان أفضل يمثل الله لكن لو مثلنا إله الإسلام هنمثل إيه؟ اللي قال عنه الكتاب إنه كان قتلا منذ البدء الله بيعطيك معارفة بترفعك وتنمي وتعمق فهمك لشخصه الشيطان بيحجب ده عايز يحكب ده فتكون النتيجة جهل شوف كده في سفر الجامعة نشوف السلايد اللي جايه ده دي من تحذيرات ربنا كده بيقول لنا كده تعب الجهلاء يعييهم لأنه لا يعلم كيف يذهب إلى المدينة الجاهل اللي الشيطان عايز يخليه مليان بالجهل ما يبقاش عارف سكته مش فهم حاجة محتاج حد يقوده لكن الله عايزك تكون إنسان دائما عندك قدرة على إنك تعتمد عليه وتقوم بالعمل يقول كده فرأيت أن للحكمة منفعة أكتر من الجهل كما أن للنور منفعة أكتر من الظلمة الجهل والحكمة والمقارنة بينهم وبين النور والظلمة علشان كده الكتاب بيقول إنه الله بيدعونا إننا نعيش معاه في النور الكتاب المقدس مليان بالتحذيرات للإرشاد عشان نختار الطريق المؤدي لله وأيضا دي كي نختار الحياة التي تمجد اسم الله فإنت دائما في تغيير وإنت في علاقة مع الله بيغيرك بيناميك بيقدبك بيقدبك بيرفعك بيصلحك دائما أنت في نمو التحذير اللي على علبة السجاير وكيس السوداني بيقول الواضح أمام العين المجردة لكن إحنا أحيانا لا بنسمع ولا ولا عايزين نختار بنختار إن إحنا ما نسمعش عشان خايف عشان عايز أحمي نفسي احذر إنك تقع تحت هذه البرمجة لا أرى لا أسمع لا أتكلم أنا عايز أعيش بس أنا عايز أكون أنت مش مخلوق عشان تكون فقط أنت مخلوق علشان تكون محبوب لله وانت مخلوق علشان تكون ابن لله تكون بركة للآخرين تقربيهم من الله أنا أدتكم أمثلة كتير النهاردة عن إن الإسلام ومنظومته بيسبوكم بلا حماية وبيضعوكم في إطار الناقصين أو الأغبياء المدربين وده بيأذي قلبي جدا وأنا بقول الكلام ده بصراحة بفكر في أهلي بفكر في أخواتي بفكر في كل المسلمين ملايين المسلمين اللي في العالم دلوقتي الله مش عايزك تعيش حياة بلا فهم لكن الله عايزك تعيش وأنت قريب منه أنت مش غابي وأنت مش غابية أنت دربت على أنك تقبل ما ليس ما هو لائق أو المنافي للطبيعة الإنسانية اللي خلقك بها ربنا الإسلام عايزك تكونوا مستخدمين لكن الله النهاردة عايزك تكون يدي لك خطوات على بداية طريق الحرية معاها اللي بيسمعني النهاردة إذا كان مسلم عابر باحث مسيحي راجل ست الله بيرسل لنا انذارات وتحذيرات مباشرة لكل واحد مننا عن طريق أبنائه عن طريق برنامج تلفزيوني عن طريق خادم عن طريق أخت عن طريق أخ عن طريق يفط تشوفها في الشارع انتبه ده لأنه النهاردة بسلمه لكو تحذير من الله انه الله عايزك تنتبه لانه بيطلب منك تكون موجود بوعي في علاقة شخصية معه الله عايز يجذب قلبك لمعارفته من الكتاب المقدس بإرشدات الروح القدس وتعامل الله من خلال الروح القدس من خلال دراسة الكلمة في الكتاب المقدس كلمة الله الحقيقية عشان عايز اقول حاجة انه اذا انت ما بتدرش الكتاب المقدس اذا كنت مسيحي ولا عابر انا عايز اقول او مسيحية او عابرة عايز اقول انه انت مش هتفتكر اللي انت ما تعرفوش لان الله روح الله بيذكرنا بالامور اللي تحذرنا وترشدنا على الطريق فاذا ما كنتش بتدرس او بتدرسي الكلمة هتفتكري منين او هتسمعي منين اللي انت ما تعرفيهش كلمة الله هي كنز لإطراء عقلك وقلبك وحياتك الروحية كتاب يقول من أراد حكمة فليطلب من الله كتاب يتكلم عن أحكم الحكماء سليمان مش كده طلب من الله حكمة والله اداله حكمة اداله حكمة واداله غنى واداله كل حاجة لكن حكمة سليمان في أحيان كثيرة لم تكن حكمة روحية ولكنها كانت حكمة أرضية في أمور كتير فأخطأ فحق الله الله عايزك تمتلق بحكمة روحية اسأل الله أنه يملأك بمعرفته هو شخصيا معرفة وفهم من عنده كلمة معرفة في الأصل العبري من معانيها كده أنها بتوري أنها زي باب أو عين تشوف بها المعرفة بتعطيك يعني تواصل عميق مع الله من خلال الرؤية اللي الله بيديها لك من خلال الفهم مدخل أمام الله عشان كده المسيح قال عن نفسه أنه هو الطريق هو الباب وهو الطريق المفتوح للحرية ومعرفة الله خليني أبص على الآيات اللي جاية دي عايزة أشارك معاكم بعض الآيات اللي جاية دي في آآ 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 آآآ بيقول كده كتاب انظروا كيف تسلكوا بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء ما تمشيش في حياتك كجاهل أنا بقولك كلام ده إثبات لأن الله بيقولك ما تبقاش جاهل كون حكيم اعرف طريقي اعرف قلبي افهم الكلمة عيش بوعي روحي كتاب بيقول كده عن بصلئيل واحد من الناس اللي يذكروا باحترام في الكتاب المقدس بيقول كده وما لقته من روح الله بالحكمة والفهم والمعرفة وكل صنع كان راجل بيعمل بأيديه بيشتغل بينتك حاجات رائعة جدا لكن الفكرة انه الله اعطاله فهم مع حكمة الله يجب عندك فهم ما تبقاش زي الحمار اللي في الساقية ما تقعدش في الصندوق ارفض الصندوق مثل تاني لما بيكلم الرب عن مرات نبال أبي جيل وبيقول كده وانها كانت المرأة هذه المرأة جيدة الفهم وجميلة الصورة جيدة الفهم انقذت شعبها والله رفعها واستخدمها وانقذت داود من انه يخطئ في هذا الامر الحكمة والفهم والمعرفة الروحية كتاب في آيات كتيرة جدا بتتكلم عن أهمية الفهم بيقول كده في أمثال ان الرب يعطي حكمة من فامه المعرفة والفهم العقل يحفظك والفهم ينصرك توب الإنسان الذي يجد الحكمة والرجل الذي ينال الفهم آيات كثيرة جدا بتتكلم عن الحكمة والفهم الإسلام العكسة تماما عايز ياخدك بعيدا عن كل دا عايز ياخدك في طريق نفذ عيش زي ما بتقالك انت من العامة ارفض النهاردة وقول له انا رب مش من العامة انا رب انسان انت اخترته بشكل خاص خليني اخد مكالمة مين معاي هلو اهلا اخت في الريالة اهلا بيك يا اختي العزيزة الرب يباركي الموضوع رائع والطرح اروع الرب يباركي اختي اماني في سفر الامثال الكتاب الوحي الالهي يقول مخافة الرب رأس الحكمة الاسلام السجن المسلم وقيت عقله تفكيره مشاعره كله في سجن وفي زنزانة الشريعة في زنزانة الاسلام يقول الوحي الالهي في سفر الامثال اصحاح الثالث لا تدع الرحمة والحق يتركانك تقلدهما على عقك اكتبهما على لوح قلبك فتجد نعمة وفتنة صالحة فيها عيون الله والناس فأي رحمة وأي حق اللي ذكرتيها اليوم اختي اماني طرحتي في الموضوع فاحنا نصلي انه الرب يفتحه ويعرفون يفتح ايونه ويشرق بلوره بقلوبه ويعرفون الحق والحق يحرره اللي هو الرب يسوع المسيح له كل المجد ونصلي من اجله شكرا اختي اماني والرب يباركي ويباركك عزيزتي شكرا اخت فريال اضافة رائعة نشكر الرب يعني خليني عايز اخد دقيقتين اصلي من اجل الاخوة اللي طلبوا تلبات صلاة وبعدين نختم عندنا طلبة صلاة من الاخ ماجدي وكل اللي طلبوا تلبات صلاة النهاردة اللي معانا على كل صفحات قناة الحياة انا بصلي من اجلكم ان الله يعطيكم فهم حقيقي لشخصه ان الله يقترب منكم ويجعلكم تشعروا بهذا القرب فيغير حياتكم بالكامل يا رب احنا النهاردة بنقف امامك من اجل كل الاخوة اللي طلبين تلبات صلاة للشفاء واللي طلبين تلبات صلاة للفهم الروحي الاعمق اللي انت عايز تضعوا في حياتهم واللي هما بيشتهوا انهما يتعلموا منك يا رب بسألك انك تغضق على ابنائك اليوم اشكرك لانك اله نور واشكرك لانك اله محبة واشكرك انك تجذل العطاء في المحبة لابنائك وبناتك اليوم واشكرك انك تتقابل مع كل المحتاجين لمعرفتك اليوم يا رب لكل المجد والكرمة امين امين اخواتي انا يعني بشكركم على متبعدكم النهاردة وعايز ارجع مرة تاني اقول انه الله عايز يكبرك وينميك ويقربك بمعرفته وفهمه علشان تفهم العالم اللي حواليك وتقدر تكون صورة لمجد الله في هذا العالم وانك تعمل لمجد اسم الله في هذا العالم انت لست يعني شخص مضاف لاعداد من الناس ولكن انت وانت اشخاص مميزين بالاسم محبوبين لانكم خلقتم لهدف وهو مجد الله كل واحد منكم وكل واحد منكم اما الاسلام فيعزل عن كل معرفة ويملأ اتباعه بالجهل كل اخواتي المسلمين اللي بيسمعوني النهاردة اعتزلوا هذا الشر الاسلام يعزلك عن كل معرفة تقربك من الله ويملأ قلبك بجهل شيطاني يعطيك انفصال تام عن الله وعن الحياة الابدية بصلي تحرير لكل واحد واحدة منكم النهاردة بيسمعوني انه كلمة الله الحقيقية تيجي كده تغسل قلوبكم وتعطيكم معرفة حقيقية بي لكل المجد والكرم وكل المحبة ليكم وارجو انه ماكنش احزنت اي شخص منكم بالكلام في هذا الموضوع ولكن مطروب ليكم الاختيار انكم تسمعوا التحذيرات اللي احنا قدمناها لكم النهاردة وانكم تسمعوا الله اللي بيقولك انا بضع امامك طريق الحياة طريق الموت اختار الحياة اختار الحق اختار انك تكون ابني وانك تكون ابنتي وانك تهيشوا حياة حرة وتكونوا في معرفة الحياة الابدائية من الام من الام اشكركم خليني اقولكم انه احب افكركم بيوم الصلاة العالمي للعابرين يوم 18 نوبمبر هو اول يوم للصلاة العالمي للعابرين لأول مرة هنجتمع ككنيسة كعابرين كاخوة كاخوات نصلي من اجل مشاكل العابرين واحتياج الكنيسة للاتحاد مع كنيسة العابرين في العالم كله خلينا نشوف الدكتور ياسر حيدينا رسالة لهذا الموضوع وبشكركم والى اللقاء في الحلقة القادمة 18 نوبمبر 2020 رح يكون اليوم العالمي للصلاة لأجل المؤمنين بالمسيح من خلفية اسلامية اللي هو انا واحد ايضا منهم ونحن كتار في هذا العالم عايزين ندعيك انك تشارك في الصلاة معنا ولأجلنا ولأجل كل المؤمنين بالمسيح وعايزين نقولك من داخل اعماق قلوبنا انت مش وحدك